في السراء الحكومي ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير اجتماعاً حضره وزير العمل محمد كبارة والنائب سمير الجسر ورئيس بلدية الميناء عبدالقادر علام الدين في حضور مستشاري رئيس الحرير فادي فواز وعبدالغني كبارة خصصاً للبحث في المشاريع الحيوية والضرورية لمدينة ترابلس كبارة لفت إلى أن الرئيس الحرير حريص على تحسين معيشة المواطنين وإيجاد فرص عمل للشباب وتنفيذ مشاريع لمدينة ترابلس وأهلها مؤكداً على جلسة ستعقد قريباً لمجلس الوزراء في ترابلس وقد فهمنا من دولة الرئيس أنه يعطي أولوية لعدد من المشاريع وأبرزها معالجة مشكلة النفايات الصلبة وإيجاد حل نهائي يكفل المكب الحالي الإسراء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في الميناء الذي تم تلزيمه مؤخراً كما بحثنا عن احتياجات المستشفيات الحكومية في الشمال أطلعنا دولته على مشروع العفو العام الذي يعمل على تحضيره واللجان المختصة التي يجري تشكيلها حالياً لمتابعة هذا الأمر لكي يأخذ كل ذي حق حقه مطالب مدينة ترابلس بحثها أيضاً الرئيس الحرير مع الوزير السابق محمد الصفاضي ومع وفد هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة بشار الأسمر حضر موضوع سلسلة الرتب والرواتب فأكد الأسمر إصرار الاتحاد على دفع الشهر المقبل على أساس الجداول الجديدة وعلى ضرورة استمرار الضرائب التي تطال البنوك والأملاك البحرية والنهرية والمخالفات في الأملاك العامة وأكيد الحوار مع مؤسسة مجلس الوزراء ومع النواب يجب أن ينتج الأسبوع المقبل بداية حل حلة بالنسبة لمشروع آنون الضرائب ينجز وتدفع المعاشات حسب الجداول الجديدة كل أشكال الضرائب نحن ضدها التي تمس الفقراء وزوية الدخل المحدود وخاصة الضريبة على الإيمي المضافي وما يسرب عن زيادة ضريبة إلى 12% هي مرفوضة رفضا باتا أكد دولة الرئيس أنه ما في وجود لهالاتجاه الدولة يجب أن تكون راعية للحوار وبهالإطار يجب أن ترعى كمان الحوار مع الهيئات الاقتصادية اللي راح نباشر نحن لإنتاج تصحيح مقبول للأجور بالقطاع الخاص الرئيس الحريري عقد اجتماعا ماليا اقتصاديا حضره وزير المال علي حسن خليل وزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي خصص للتنصيق بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية بشأن الاجتماعات التي ستعقد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العصبة الأمريكية بين 11 وال15 من تشرين الأول الحالي ترجمة نانسي قنقر